بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم لا يزال الحديث موصولا عن المهدي المنتظر ونجيب في هذه الحلقة عن سؤال يقول ما هو حكم الإيمان بالمهدي المنتظر فكونوا معنا بعض الفاصل موسيقى زعم بعضهم أن قضية المهدي هي قضية لا تقدم ولا تؤخر وإذا أنكرها شخص أو آمن بها شخص آخر فلا بأس كل الذي ينكر وكل الذي يصدق الأمور فيها سعة ولا بأس بذلك أي ما كان موقف الناس فلا حرج المسألة واسعة ولكن هذا خطأ شديد فإن القضية المهدي التي جاءت بها الأحاديث الصحيحة من القضايا العلمية الخبرية التي يجب الإيمان بها وهذا من الإيمان بالغيب نحن نخبر عن أشياء تكون في آخر الزمان كما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة والله يؤاخذنا بما كسبت قلوبنا إذن القلب له عمل والإيمان بالأشياء الغيبية من مستلزمات شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن التصديق بهذا من مستلزمات الإيمان باليوم الآخر لأن هذه من أشراط الساعة ثم إن الإيمان بأشراط الساعة من مقتضيات الإيمان بالغيب ويأتي السؤال هنا ما هي فائدة الإيمان بالمهدي ولماذا يذكر العلماء مثل هذه القضية في كتب العقيدة فنقول وبالله التوفيق لأنه من الأخبار الصحيحة التي جاءت ونحن نؤمن بالأخبار الصحيحة التي توجب علينا أن نؤمن بالجنة والنار وأن نؤمن بالصراط والميزان والحوض وكذلك يجب أن نؤمن بأن في آخر الزمان سيكون فيه الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وكذلك ظهور المهدي المنتظر فهذه أشياء أصبحت من قضايا العقيدة العلمية الخبرية التي يجب أن نؤمن بها ما دامت صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام سؤال آخر ما هو موقف المسلم منها؟ هل هو مخير بين الإيمان بها أو عدم الإيمان؟ نقول لا المسلم غير مخير لابد أن يؤمن بها وأنت إذا آمنت تأخذ أجر الإيمان بها هل سماعنا لها ثقافة؟ سؤال آخر وهو أننا إذا علمنا بصدقها واجب علينا التصديق وإذا صدقنا وآمنا أخذنا أجر الإيمان والتصديق وهذه قضية يقل من ينتبه إليها إذا سمعت معلومة عن الجنة والنار عن اليوم الآخر عن أشراط الساعة عن آخر الزمان عن أمور من الغيب ما هو موقفك من هذه المعلومة؟ إذا اعتقدت أنها معلومات صحيحة وعرفت أن مصدرها مصدر موثوق من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يجب عليك أن تؤمن بها فإيمانك بها فيها أجر لأن هذا من عمل القلوب وعمل القلوب عمل عظيم عند الله سبحانه وتعالى فأولا يكتب لك أجر الإيمان بها ثانيا يزداد إيمانك لأنك تؤمن بهذه الأشياء واحدا بعد آخر وثالثا يرتفع عنك وصف الجهل بها وعندما يكون الإنسان على علم بالشيء يكون بمنزلة عند الله تعالى أعلى من الجاهل بهذا الشيء هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ثم يحمي الإنسان نفسه من الشبهات التي تثار لأن المعلومات التي نقولها في قضية المهدي هي تكون بمثابة حصن أو حماية للأشخاص من أن يصدقوا بأشخاص كذابين أو يدعون المهدية والمهدية منهم بريئة ونحن أيضا في سلوكنا هذا المسلك في اطلاعنا على هذه القضايا فإننا نسلك سبيلا شرعيا في تعلم دين الله دين الله سبحانه وتعالى وهذه القضية من دين الله ونأخذه بالأسباب في زيادة الإيمان وهذه من أسباب زيادة الإيمان سؤال آخر هل الإيمان بالمهدي يدفع إلى التواكل والكسل وهنا نأتي إلى قضية وهي من أسباب إنكار بعضهم لقضية المهدية قالوا إن الإيمان بالمهدي يدفع النفس إلى التواكل والركون ويقولون ما دام المهدي سيخرج ويظهر الدين فنحن نقعد هكذا إلى أن يخرج لماذا نعمل وندعو ونجاهد ونخدم الدين هذه هي مهام وأعمال المهدي فنقول لهؤلاء إن الله أمرنا بالعمل وأمرنا بالدعوة إليه وأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمرنا بالجهاد في سبيل الله وأمرنا بتعلم الدين وأمرنا بتعليم الدين وأمرنا بالصبر على الأذى في سبيل الدعوة هذه كلها أوامر ليس لنا خيار في قضية هذه الأوامر ننفذ أو لا ننفذ ليس لنا خيار أن نترك هذه المهمات للمهدي هو الذي ينفذها والأوامر الإلهية التي نحن مخاطبون بها كيف نلقيها خلف ظهورنا ونقول لا نعمل وننتظر المهدي أولا نحن مخاطبون بالعمل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل وقال تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وقال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون نعم أمرنا باتخاذ الأسباب كما جاء في قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جانية وهذا للسيدة مريم لكي تأخذ بالأسباب النبي عليه الصلاة والسلام وقد عصمه الله والله يعصمك من الناس لكن هل منعه ذلك من الأخذ بالأسباب لماذا اختفى يوم الهجرة ولماذا اختفى في الغار ولماذا أمر عبد الله بن أريقط بأن يعفي أثره وأثر أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان يجعل عبد الله بن أبي بكر الصديق يأتيهما بأخبار مكة ولماذا تزود بالطمر وذلك كله مع علمه صلى الله عليه وسلم اليقيني بأن الله سيحميه من الناس فلماذا فعل ذلك كله الجواب مع علمه أنه سيحمى من الناس لكن أخذ الأسباب لأنه لا تعارض بين هذا وهذا بل هذا طريق إلى هذا الأخذ بالأسباب طريق إلى النتيجة ولماذا لبس عليه الصلاة والسلام البيضة اللي هي الخوذة على رأسه لحماية رأسه يوم أحد ولماذا لبس درع في القتال إذا كان الله يعصمك من الناس لماذا النبي عليه الصلاة والسلام فعل كل ذلك ورب الصحابة على الأخذ بالأسباب ما قال صلى الله عليه وسلم طالما أن الله سيعصمني من الناس أنا لا ألبس درع ولا ألبس خوذة على الرأس ولم يفعل ذلك بل أخذ بالأسباب اعقلها وتوكل كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي فإذا لا يجوز للمسلم كما قال بعض أهل العلم أن يتركوا العمل للإسلام وإقامة دولته على وجه الأرض انتظارا منهم لخروج المهدي وخروج عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يأسا منهم أو توهما أن ذلك غير ممكن قبلهما فهذا لا يصح فإن الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن لا عودة للإسلام ولا سلطان له على وجه الأرض إلا في زمن المهدي لم يقل صلى الله عليه وسلم ذلك فمن الجائز أن يتحقق ذلك قبلهما إذن إذا أخذ المسلمون بالأسباب انتصروا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم انصرنا الله من ينصره فإذن بعض الناس يقولون في المجالس قبل المهدي لا نحسب أن سيكون هناك نصر للإسلام أو أن تقوم للإسلام قائمة أو أنه سينتصر على دول الكفر التي تكالبت علينا فلمصلحة من نقول هذا الكلام هذا الكلام يدعو إلى التصبيت وإلى التخاذل ويدعو إلى إشاعة أروح الاستسلام والانهزام ونقول لهؤلاء ما أدراكم ومن الذي أطلعكم على الغيب واللوح المحفوظ أنه لا توجد خلافة أو حكم إسلام رشيد قبل خروج المهدي لم يطلع أحد على ذلك وكثير من العلماء عبر العصور اجتهدوا وظنوا ألا خلافة وانتظروا المهدي ولكن ظهر أئمة صالحين حكموا بلاد المسلمين على مر العصور التي مضت والعجيب أن مروج هذا الكلام ومردده الذي يصب كلامهم في خانط ومصلحة أعداء الإسلام أنهم يجعلون بذلك الأمة الإسلامية تستسلم وتنتظر قدرها ولا تتحرك أخذا بالأسباب أسباب النصر وأسباب القيام بواجب الدين أتمنى أن تكون قد وصلت الفكرة لحضراتكم وأن توافون دائما بآرائكم وتعليقاتكم دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر